ركز معي هنا ما تروحش بعيد بالله عليك حابب ان ربنا يبني لك كل يوم بيت في الجنة وعايز ربنا يحرم جسدك على النار تابع معي الفيديو ده ضروري جدا دهدية من اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه زي ما احنا متفقين يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثمتي عشرة ركعة تطوعا غير فريضة الا بنا الله له بيتا في الجنة هنيئا لك اي حد بيصلي صلاة التطوع المؤكد او السنة المؤكدة اتناشر ركعة في اليوم والليلة الا بنا الله له بيتا في الجنة الاثناشر ركعة دول بيتصلوا ازاي اربعة قبل صلاة الظهر واثنين بعد صلاة الظهر واثنين بعد صلاة المغرب واثنين بعد صلاة العشاء واثنين قبل صلاة الغدا او صلاة الفجر ركعتين السنة اللي قبل صلاة الفجر اللي قال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر لما السنة خير من الدنيا وما فيها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنهما عن ركعتين الفجر لهما احب الي من الدنيا جميعا او كما قال صلى الله عليه وسلم تخيلوا ثواب اتناشر ركعة بنصليهم في اليوم والليلة بناخد عليهم اجر قد ايه ده بس عشان هما سنة مؤكدة في ركعات تانية ممكن نصليها تطوع وناخد عليها اجر كبير جدا وهم سنة غير مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم بس الافضل ان احنا نحافظ عليهم تعالوا نعرفهم مع بعض ايه هما دول قال النبي صلى الله عليه وسلم من يحافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار اربع ركعات قبل صلاة الظهر اللي هي السنة المؤكدة واربع بعدها لما اتنين مؤكدة واثنين غير مؤكدة تبقى النتيجة ان ربنا يحرم جسدك على النار وقال صلى الله عليه وسلم عن اربع ركعات قبل صلاة العصر قال رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعة يعني قبل ما تصلي صلاة العصر الفريضة صلى اربع ركعات سنة وتطوع تبقى النتيجة ان ربنا يرحمك في الدنيا ويرحمك في الاخرة وظيفة صلاة التطوع دي مهمة جدا لان هي بمثابة درجات الرأفة اللي حتدخلك اعلى كلية حضرتك عايزها اسمع لحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول لنا اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة من تطوع فان كان له تطوع قال اتم لعبدي فريضته ثم تأخذ الاعمال على ذلك يبقى اذا صلاة التطوع هي الصلاة اللي حتعوض النقص اللي موجود في صلاة الفريضة والافضل لحضرتك كمان انك تأدي صلاة التطوع او جزء منها على الاقل في بيتك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه ايها الناس صلوا في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة صلاة المكتوبة تصليها في المسجد اما صلاة التطوع فالافضل انك تصلىها في البيت علشان دي بركة ورحمة ونور من الله عز وجل فتجعل لبيتك نصيبا من هذه البركة وهذه الرحمة وهذا النور نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل ويتقبل من الصلاة فريضة كانت او تطوعا والسلام